الرد على الرد رد بلا مرضوط اسرائيل وجهت ضربة داخل ايران وفق ما ذكرت تقارير اسرائيلية وامريكية قبل ان يمر اسبوع على هجوم طهران بالمسيرات والسواريخ على اسرائيل ردا على قسر اسرائيل لقنصلية ايران في دمشق وبالتالي طهران ووسائل اعلامها استخدمت اسلوب التخفيف من حدة ما حدث فذكرت وكالات الانباء الايرانية ان دوي هذه الانفجارات سمع قرب مطار اصفهان وقاعدة هشتم شكاري الجوية بينما قالت تلفزيون الايراني ان اسوات الانفجارات ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية الايرانية لبعض المسيرات الصغيرة مصادر ايرانية اخرى تحدثت عن ان هذا الهجوم اصاب قاعدة جوية عسكرية قرب مدينة اصفهان وصرح مسئول ايراني لوكالة رويترز قائلا لم يكن هناك هجوم صاروخي على ايران طبعا التقارير التقارير ذكرت بان اسرائيل اعلمت واشنطن مسبقا حتى ولو في وقت قليل جدا ان اسرائيل ستشن ضربة على ايران في ايران وكالات الانباء الايرانية افادت المنشآت النووية بمحافظة اصفهان امنة بالكامل ولم يسجل فيها اي حادث ولكن ما هي ابرز بقى المفاعلات النووية اللي موجودة في ايران واللي ايران كانت خايفة عليها نتابع هذا التقارير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من طهران دكتور سعيد شاوردي الاكاديمي والباحث السياسي دكتور سعيد مساء الخير على حضرتك واول سؤال ييجي على بالنا ايه هي الرسائل التي ارسلتها اسرائيل لايران بسبب هذا الرد على الرد اللي حصل فجر اليوم فضل افن شحية طيبة لك دكتور محتز ولجميع المشاهدين في البداية اعتقد نحن لازم الى قليل من الوقت او يمكن ايام او ساعات حتى نعرف حقا هل كانت اسرائيل هي التي نفذت هذا الهجوم او الاعتداء او ما بعرف ايش بنسميه بالضبط لان هو حتى الان لا اسرائيل هي تأتي وتعترف بالمسؤولية او تتبنى يعني هذا العمل الارهابي ولا نحن وصلنا الى يعني معلومات مئة في المئة تقول لنا ان اسرائيل هي من فعلت هذا طبعا اسرائيل تبقى هي المتهمة الرئيسي ولكن هناك اسئلة عديدة وكثيرة يعني ما هذا اذا كان هذا ردا من اسرائيل هل يعني نتنياهو يعني خبص العالم وتصريحات رنانة وانه تهديدات وانتهى الامر به بان يرسل يعني طائرتين صغيرة يعني كل واحدة يعني حجمها يعني قد مثل ما بيقول الحمامة وانه يريد ان يفلش برنامج نووي ومنشآت عسكرية هل كان يعني هو هذا ما كان يطمح اليه نتنياهو يعني اسئلة هناك كثيرة مش عارفين بالضبط اعتقد نحن بحاجة الى شيء من الوقت يمكن دكتور سعيد هو عايز يبعث رد بلا رد يعني عايز رد من غير ما حد يعمل له ريبلاي عارف لابعط لك ايميل بس ما اعتمدش ريبلاي فبقول لك فوق ده دون ريبلاي والله انا اتصور انه لو كان هذا هو رده فلو كان يعني مش رد فاعتقد يعني كان افضل لكرامته وسمعته ويعني ما تبقى من هيبة جيشه طبعا نحن دكتور معتز لا نبحث عن حروب ولا مشاكل في المنطقة ولا اي شيء تعرف حضرتك بالرغم من انه طبعا هناك عداء ومشاكل كثيرة بين ايران واسرائيل ايران اساسا لا تعترف باسرائيل كدولة بل تعترفها يعني كيان محتل ولكن لم نصل الى تفجير هذه الخلافات منفجر هذه الخلافات وجعل ان ايران تشتعل في المنطقة هو نتنياهو عندما استهدف القنصلية الايرانية ايران مارست سياسة ضبط النفس رغم ما تمتلك من قوة عسكرية وبإمكانها كانت ان ترد يعني على اختيالات جرت لجنرالات في الحرس الثوري واعمال تخريبية تبنتها اسرائيل في المنشآت النووية الايرانية يعني كانت المصدحة ايران تراها انه لا تخرج الامور من السيطرة لان هذا سيكون خطرا على كل المنطقة وعلى ايران وجيرانها هذا سيكون معناه انه ايران سترد على اسرائيل بالطرق التقليدية اللي هي عبر الوسطاء وعبر الوكلاء والله نحن اعتقد دكتور معتز سمعنا رسالة واضحة من حسين سلامي قائد الحرس الثوري ومحمد باقري رئيس الاركان في القوات المسلحة وايضا الرئيس ابراهيم رئيسي مفاد هذه الرسالة التي جاءت يعني تغريبا يوم بعد تنفيذ الهجوم الايراني على اسرائيل انه من الان فصاعدا نحن امام معادلة جديدة هذه المعادلة تقول انه على الاسرائيليين ان يفهموا اذا ما استهدفوا مصالح ايران داخل ايران او ما بعرف الجنود الايرانيين المستشارين الايرانيين المصالح الايرانية في الخارج فعليهم ان يتوقعوا وينتظروا ردا مباشرة من قبل ايران سريعا دون الاخذ بالحسبان اي اعتبارات اخرى هذه المعادلة ما قالت ايران انه نحن امامها السبب لماذا ايران اصبحت هكذا تتصرف بعدما عرفت بسياسة انها تمارس سياسة ضبط النفس لأقصى درجة السبب هو هنا وصلت ايران الى قناعة تام ان انت عندما تمارس هذه السياسة سياسة ضبط النفس اسرائيل تتصور انك ضعيف انك لا تستطيع ان ترد وهذا يمكن ان يسبب خطر كبير لايران يمكن ان يجعل نتانياهو يرتكب حماقة ويستهدف يعني البرنامج النووي او يستهدف مكان حساس في ايران فايران ارادت ان توصل الرسالة بشكل شفاف وواضح لهم انه لو نحن مارسن سياسة ضبط النفس ما معنى هذا ليس ضعفا لدينا بل نحن ننظر بعيدا على عكس تصرفات نتانياهو دكتور سعيد البرنامج النووي الايراني اللي احنا نسمع عنه من فترة طويلة حتى الان لم يلد لنا مثلا تفجير نووي او قنبلة نووية واعتقد ان ده في النهاية هيكون هو عنصر الرضع الاكبر اللي في ايد ايران لمواجهة اعدائها سواء امريكا او اسرائيل او حلفائهما البرنامج النووي ده رايح فين وصل فين او هيوصل فين الدكتور معتاز يعني انت بامكانك ان تنظر الى هذا البرنامج منذ البداية حتى مراحله الاخيرة او ما وصل اليه اليوم هذا البرنامج تعرف حضرتك يعني كان سري للقيامة مش عارف احد يعني ان الايران برنامج نووي سري لماذا اخفت ايران هذا البرنامج لانها كانت تعرف جيدا في حال اعلنت عن هذا البرنامج في البداية بالرقم من انه للاقراض السلمية كان سيدمر كما تم تدمير يعني البرنامج النووي العراقي وايضا السوري فمش سامحة لك يعني لا الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولا القرب ان تمتلك انت كدولة ما بعرف عربية اسلامية في الشرق الاوسط برنامج نووي فبدأ يطور هذا البرنامج حتى وصل الى مرحلة تخصيب اليوران يوم بعد ذلك تم الكشف عنه واليوم وصل انا اتصور يعني انه برنامج قد انتهت ايران منه تماما للاقراض السلمية الاجهزة التخصيب اليورانيوم من الجيل الاول الى الجيل العاشر كلها تنتج في الداخل اليورانيوم من ثلاثة فاصل سبعة وستين في المائة وصولا الى ستين في المائة كله في الداخل يعني العلماء كلهم ايرانيين فهذا هو برنامج متكامل للأقراض النووية القنبلة النووية للأقراض السلمية عفوا القنبلة النووية نحن اكدنا انه لسنا بحاجة الى قنابل الشرق الاوسط هو الخطر الاساسي على الشرق الاوسط هو البرنامج النووي الاسرائيلي والمائتي رأس نووي اسرائيلي تمتلكهم نحن ندعو الى اخلاء الشرق الاوسط من اي اسلحة دمار شامل نووية جرثومية كيماوية ما عم بعرف يعني اسلحة دمار شامل اخر هم اليوم يريدون ان يقولون لايران انه انت عندك برنامج ويمكن بيصنعي قنابل نووية ايران مش رايحة تذهب نحو السلاح النووي على الاطلاق ولكن يعني يمكن يعني اللي يستهدف سفارة يمكن ان يستهدف بكرة مدينة يهدد مدينة بسلاح نووي ما دام ان تصرفات نتانياهو هو على هذا الشكل فنحن ما دام انه لا نواجه تهديد لم نتجه نحو السلاح النووي بل هو محرم في العقيدة الايرانية كل الشكر لحضر لك من طهران دكتور سعيد شاوردي الاكاديمي والباحث السياسي اشتركوا في القناة